بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف الحال أعزائي أبقلبة طلبة الصفة الرابع بناتي العزيزات اليوم سوف نبدأ بالفصل الثالث معكم استثمر وسعد مدرسة مادة الكيمياء الفصل الثالث يتحدث عن المعادلات والحسابات الكيميائية يعني راح بهذا الفصل راح يستخدم المعادلة الكيميائية ومن خلال المعادلة الكيميائية راح نأخذ بعض المجاهيل اللي يمكن يشتقها من خلال هذه المعادلة إن للحسابات الكيميائية أهمية بالغة في حياتنا ليش؟ لأنها تحدد نسبة المواد المتفاعلة والناتج في التفاعل إذن يجب أن أعرف ما هي المعادلة الكيميائية؟ المعادلة الكيميائية هي عبارة عن طريقة مختصرة شوفوا التعبير طريقة مختصرة للتعبير عن تفاعل كيميائي بدلالة الرموز والصياغ الكيميائية بدلالة الرموز والصيغة الكيميائية لأنه المعادلة الكيميائية هاي اللي نشوفها بسطر واحد هي تؤبر عن تجربة كاملة أو تفاعل كامل يعني إذا أريد أكتبه كلاميا يمكن أحتاج صفحة يمكن أحتاج نص صفحة لكن هي اختصرت لهذا الكلام كله خلال سطر واحد رموز استخدموا بيها رموز معينة أهم الرموز اللي يستخدموها بالمعادلة الكيميائية المعادلة الكيميائية تتكون من طرفين طرف المواد المتفاعل وطرف المواد الناتجة طرف المواد المتفاعل يوجد فيه الجهة الهسرة والمواد الناتجين في الجهة اليمنى يفصل بينهما فاصل اللي هو سهم بيناتهم هذا الرمز الأول اللي قدامنا هو السهم اللي يفصل لما بين المواد المتفاعلة والمواد الناتجة لدينا رموز أخرى بعض الأحيان نجد أسفل المادة سواء كانت متفاعل أو ناتجة رمز قد يكون S, L, G A, Q هاي كل الرمز يدل على شيء فالS تدل على أنه هاي المادة هي صالد يعني صالبة L, small تدل على أنه المادة سائلة لأنه الكوت زين G تدل على أنه المادة هذي غازية زين والA, Q تدل على أنه المادة محلول مائي لترجمتها أكوية أصبح ما أخذ بA, Q بعض الأحيان نجد فوق السهم مثلث أو نجد كلمة حرارة أو نجد كلمة ضغط زين أو في هذه الأحيان نجد فوق السهم رمز أنصر مثل البلاتين هذا الB, T مثل هذا الB, T أو مرات نجد مركب كامل كأن يكون H, T, O, F هذه المادة اللي راح نشوفها فوق السهم تدل على أنها مادة عامل مساعد عامل مساعد تدخل في التفاعل فتحفزه ليصل إلى النهاية أو يصل به وقت أقصر لكن لا تدخل فيه يعني ما تأثر لي على الناتج أو كمية الناتج ما تأثر لي عليها مجرد أنه استرع لي من التفاعل هذا يصحولها مادة أو عامل مساعد المعلومات اللي أقدر أحصلها من المعادلة الكيميائية مثلاً عندي هاي معادلة الكيميائية N2 هذا غاز نايتروجين شوفوه بصفة G يعني غاز هذه G يعني غاز H2 معناها غاز الهايدروجين ليه هو أيضاً G هذا السهم هو الفاصل ما بين المتفاعلات والناتج من التفاعل الهايدروجين مع الهايدروجين شنطاني طاني أمونيا أيضاً G أيضاً غازية فالمعلومات اللي أقدر أحصلها من هذا التفاعل لسراوة الكيميائية أول شيء ما أعرف طبيعة المواد المتفاعلة والناتجة ماذا يعني طبيعة المواد المتفاعلة والناتجة معناها أريد أن أعرفها صلبة سائلة غازية محلول هذا هو مصطلح معرفة طبيعة المواد المتفاعلة النقطة الثانية معرفة العدد النسبي للجزئات هنا يجب أن أعرف عدد الجزئات لكل مادة دخلت أو خرجت بالتفاعل فالمعادلة اللي كانت أدي اللي هي نايتروجين أباوع الرقم اللي قبلها بالمعادلة الرقم اللي قبلها يمثل لعدد الجزئات فقبلها ماكو رقم معناها واحد فإذن النايتروجين دخل في جزئة واحدة الهايدروجين أكو رقم قبله ثلاثة فإذن عدد الجزئات من الهايدروجين ثلاثة الأمونية الرقم اللي قبلها اثنيين فإذن عدد الجزئات اللي خرجت من التفاعل للأمونية هي جزئتين معرفة العدد النسبي للمولات أيضا أعتمد على الرقم اللي قبل الأنصر أو قبل المركب فإذن ماكو رقم معناها واحد مول الهايدروجين ثلاثة فمعناها ثلاثة مول الأمونية ثنيا معناها ثنيا مول هذا هو العدد النسبي للمولات هسا لقيت عدد مولات كل مادة دخلت بالتفاعل وخرجت معرفة النسبة بين كتل المواد هاية تبولي عليها هسا راح أرجع أشرحلكم بطريقة مفصلة إنه الكتلة شلون أستخرجها لازم أتذكر أكو قانون عدد المولات يساوي الكتلة على الكتلة المولية الكتلة على الكتلة المولية فلازم أنا عندي أطلع كتلة مولية لكل واحد أطبق قانوني ما للكتلة يساوي عدد المولات في الكتلة المولية حتى أجد هذا الرقم وهذا هسا إن شاء الله بخطوة قادمة أشرح لكم إياه بالتفصيل النقطة الخامسة ما أعرفت النسبة بين الحجوم لأن هنا أنا واحد مول أضربه في 22.4 ينطيني الحجم هنا أنا عندي ثلاثة أضربها في 22.4 هنا أنا ثلاثة أضربها في 22.4 حتى يطلع لهذا المقدار حتى يطلع لهذا المقدار وهذا إن شاء الله أعلمكم عليهم فنأتي الآن بالتفصيل تحدثنا عنه بصورة عامة الآن بالتفصيل على نفس المعادلة راح نحكي طبيعة المواد عرفنا إنه طبيعة المواد اللي دخلت وخرجت من هاي المعادلة كلهم غازات لأن كلهم جواهم رمز جي فبالتالي هما كلهم غازات معرفة العدد النسبي للجزيئات أول خطوة يجب أن أعرف إنه عدد الجزيئات اتمثلي الرقم اللي قبل المركب فالنايتروجين رقم واحد فإذن جزيئ واحد الهايدروجين قبل ثلاثة فإذن ثلاث جزيئات الأمونيا قبلها ثنين فإذن ثنين جزيئات لما أجي أريد أساني عرفت بس عدد الجزيئات لما أجي أريد أسوي نسبة فالنسبة صير بين أنصرين نحنا نعرف النسبة لازم مقارنة واحد بالنسبة للآخر فالنسبة هنا أخذها بين ثنين كأن يكون النسبة بين الهايدروجين والنيتروجين الهايدروجين والنيتروجين تتدرى 3 عدد جزئاته 3 فخليت 3 نقطين تتدرى 3 عدد جزئاته 1 فاقول 3 الى 1 النسبة بين الامونيا والهايدروجين فالامونيا بعد تتدرى 2 احطى ال 2 عدد جزئات الهايدروجين 3 فاهمت نقطين و 3 فبهاي الحالة لقيت النسبة بين عدد الجزئات بالخطوة الاولى هنا هاذي لا تعتبر نسبة هذه تعتبر عدد الجزئات لكل مادة لكن بهذه الخطوة العلاقة رباطيض فمعناها هذه نسبة تمام نأتي للنقطة الأخرى عدد المولات ما عرفت نسبة ما انت في هنا ما عرفت نسبة عدد المولات فهنا أنا عندي أيضا نفس الكلام بس رح أقول مول وليس جزئة فالرقم واحد مول واحد ثلاثة ثلاث مولات اثنين اثنين مول فمن أريد أعرف النسبة فلازم أربط بين اثنين على الأقل يعني أقدر أربط بين نايتروجين والهايدروجين بين نايتروجين والأمونية بين الأمونية والهايدروجين بين الأمونية والنايتروجين فأقدر أربط علاقة بين اثنين هسه مثلا كأن يكون الهايدروجين إلى الأمونية فهنا أنا سأسويها بخط كسر لهو ثلاثة عدد مولات الهايدروجين ثلاثة عدد مولات الأمونية واحد فخلي ثلاثة عليه واحد لازم بالبداية أحطه بالبسط عدد مولات الأمونية ثانيا خليتها بالبسط إلا الهايدروجين هيدروجين خليتها بالمقام ليش؟ لأنه هو المركب الثاني وليس الأول هنا الآن بالتفصيل كيف نستخرج الكتلة من المعادلة مباشرة لا أستطيع إيجاد الكتلة للمواد هذه ملاحظة لا أستطيع إيجاد الكتلة مباشرة من المعادلة يجب أن أستخدم القانون التالي عدد المولات الكتلة على الكتلة المولية أو أقول الكتلة تساوي عدد المولات في الكتلة المولية هذا اللي راح أعتمده الكتلة تساوي عدد المولات في الكتلة المولية عدد المولات أنا قدرت أطلحها من المعادلة من قبل الرقم اللي قبل المركب والكتلة المولية أيضا أستطيع إيجادها من خلال أوزان الذرية وهذه ثوابت تعتبر موجودة عندي فبالتالي أقدر أطلع الكتلة من خلال عدد المولاد في الكتلة المولية لكل شيء دخل أو خرج من المعادلة لكل مركب أو جزئة دخلت وخرجت من المعادلة أنا أستطيع إيجاد الكتلة لها من خلال هذا القانون حيث عدد المولاد تمثل الرقم الذي قبله الجزئة من المعادلة أما الكتلة المولية فنستطيع استخراجها لكل جزئة من المعادلة من خلال أوزان الذرية كما تعلمنا في الفصول السابقة فرح نشتغل على هاي رح أخذ لكم واحدة من هذاني الجزئات نشتغل عليها هنا أعدي مثلا إيجاد كتلة N2 شلون أستطيع إيجاد كتلة N2 فلازم أطلع إلى الكتلة المولية لل N2 يساوي 2 في 14 الاثنين اللي تمثلي الاثنين شنين هاي ثنين هاي عدد ذراته فاثنين في 14 هاي الكتلة الذرية مات فصارت 28 غرام على مول إذن الكتلة عدد المولات ماتة قبل الرقم القبلة 1 في 28 قدرت إيجاد كتلة N2 الآن إيجاد كتلة الهايدروجين أيضا لازم أطلع الكتلة المولية للهايدروجين الواحد هذا يمثل لي الكتلة الذرية أو الوزن الذري للهايدروجين في اثنين اللي هي هاي الثنين موجودة بصف الـ H اللي هي H2 فاستطعت إيجاد الكتلة المولية للهايدروجين فبالتالي يستطيع إيجاد الكتلة من خلال N في M هكذا 3 في 2 عدد مولات 3 هذا الرقم اللي قبل الهايدروجين وكذلك بالنسبة إلى إيجاد كتلة الأمونية بنفس الطريقة أما النسبة كما تعلمنا يجب إيجاد نسبة بالنسبة لجزئة إلى جزئة أخرى فهنا استطعنا إيجاد النسبة بين الأمونية للهايدروجين أي أنصرين منه أي مركبين أو أي جزئتين من هذه الجزئات الثلاثة أقدر أساوب بناتهم نسبة كأن يكون أمونية للهايدروجين أمونية جئت كتلتها 34 خليتها بالبسط الهايدروجين جئت كتلتها 6 خليتها بالمقام وهكذا بالنسبة إلى النسبة الأخرى يعني أقدر أسوي نسبة بين الهايدروجين إلى الأمونية راح تتغير يعني إذا أقول لك نسبة H2 إلى NH3 تقول H2 6 على 34 يعني تغيرت النسبة تمام يعني أقدر أعكسها فإذن اللي بالبداية أحط رقمه بالبسط واللي بعدها أخليه بالمقام النسبة بين الحجوم جدا سهلة إذا كانت في الظروف اعتيادية جدا سهلة أنه الرقم اللي قبله يمثل للحجم 1 3 2 نفس ما تعلمنا بالنسبة لعدد المرات والجزئات هنا فقط المصطلح تغير وأصبح حجم النسبة كما تعلمنا أيضا النسبة أخذ الجزئة الأولى أخليها بالبسط والجزئة الثانية الرقم مارتها أخليه بالمقام تمام هس هنا إذا الهايدروجين إلى النيتروجين 3 على 1 زين النيتروجين إلى الهايدروجين شونا سوي 6 1 على 3 زين فالرقم مارته يصير بالبسطل بالبداية أخليه بالبسط هنا يحسب حجم الغاز هذا اللي أخذنا إذا كان في ظروف اعتيادية زين زين إذا كان تحت ظروف قياسية وليس اعتيادية يعني عند STB فمن خلال قانون التالي V يساوي N في 22.4 سأخذ لكم مثال اللي هو تمرين 2 إلى 3 احسب حجم ثلاث مولات من غاز ونايو اكسيد الكاربون و 2.75 من غاز كبريتيد الهايدروجين بوحدة اللتر تحت ظروف القياسية من قال لي تحت ظروف القياسية إذن V يساوي N في 22.4 هو نعطينا عدد المولات 3 في 22.4 من نسبة للCO2 طلعت الرقم مالته بالنسبة للH2S أخذ عدد المولات 2.75 وضروفها في 22.4 فبالتالي استطعت إيجاد الحجم تحت STB تمام فهكذا يتم القياس إلى هنا تنتهي محاضرتنا إن شاء الله نلتقي بمحاضرات أخرى تمنى لكم التوفيق مع السلامة